بهذا الحي المسمى صال الواقع بعاصمة ولاية غريزان يعاني السكان من انعدام تهيئة الحضارية منذ عشرة السنين مما حول حياتهم إلى معاناة يومية انعدام تهيئة النارة في الليل كذلك التلاميذ اطفال ولادنا من جروح المدرسة من معاناة كثيرة نجيب من البلاد نبغي نجيب طاكسي له نيبغيش نجيب يقولي الطريق خاسرة وشكون المسؤول اللي يقبل اللي ولاده يلعبوا في هذا الأوحل اللي شو درين ورم يلعبوا الطرقان كديرين لا انارة لا قنوات صرف الصحي مكان حياتي ذا الحي سكان الحي طالبوا بتدخل السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية من أجل رفع الغبن عنهم وهذا بعدما عمر هذا الوضع طويلا بمنطقتهم راننا متمنين من السلطات المعنية يخدموننا هذا الطريق طريق هذي رأي كاتاستروب طريق هذي رأي كارثة راننا في تلت سنين ولا طريق هذي تقول لك كلونديسة كل طاكسي هي كلونديسة أي بنادم تقول له هو دني بساطة يقول لك مراش يقول لك هل أجل الطريق منه وش تم المسؤول الأول في هذه الولاية باش يشوف أن الحل لهذا الحي ويصنع لنا طريق ويدير لنا مرافق طرفيهية ويدير لنا إنارة ليلية ويزيد يوفر لنا الشروط اللي منحتاجوها في هذه الحي حنا نطلبهم السلطات على الأقل تنظر على خاصة سيد الولي ينظر له هذه المنطقة هي نداءات متواصلة في انتظار استجابة السلطات المحلية وتلبية مطالبهم التي تنحصر في توفير أبسط ضرورية الحياة الكريمة